السيسي الحمد لله جدد تكليف حسن عبدالله قائما بأعمال محافظة البنك المركزي المصري لمدة عام ما عرفش ليه ما بيعينوش هنحاول نعرف الفقرة دي يعني لكنه طلع تكليف جديد بتجديد يعني تجديد أو تكليف حسن عبدالله قائم بأعمال محافظة البنك المركزي لمدة عام آخر الأستاذ هشام قاسم كتب تغريدة مهمة جدا مبارح جدا ولا قد تفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الموضوع ده تعالوا نشوف هشام قاسم كتب ايه تم منذ قليل إعادة تكليف حسن عبدالله قائما بأعمال محافظة البنك المركزي للمرة الثالثة يعني بداية سنة ثالثة دون محافظة معين في المنصب المحصن دستوريا لمدة أربع سنوات نفس الشيء حصل مع المستشار محمد الفصل يوسف رجب للقيام بأعمال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لمدة سنة فالأستاذ شام قاسم كان بيتكلم هنا على فكرة أنه هو بيجدد للناس زي برضو الهيئة الرقابة الإدارية اللي هو عمر عادل تم تكليفه قائم بأعمال الهيئة الحقيقة احنا عندنا حاجة غريبة شوية تعالوا نشوفها مع بعض قبل ما رحب بضيفي قصة سيطرة السيسي على هيئات الرقابة في مصر الهيئات الرقابية عبدالفتاح السيسي بيسيطر عليها بطريقة مختلفة شوية سر المادة 2.16 تقريبا كده جميع رؤساء لهيئات الرقابية في مصر بيتم تعيينهم في منصب القائم بالأعمال ليه؟ لأن هم كلهم متحصنين ضد العزل بموجة بالمادة 2.16 من الدستور المصري اللي بتنص على ايه؟ بتنص على أنه يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابي قانون يحدد اختصاصاتها ونظام عملها وضمانات استقلالها والحماية اللازمة لأعضائها وسائر أوضاعهم الوظيفية بما يكفل لهم الحياد والاستقلال يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ولا يعفى أي من من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون ويحضر عليهم ما يحضر عليهم ما يحضر على الوزراء لكن الحقيقة أن السيسي تحايل على هذه المادة 30 أغسطس 2020 لما طلع قرار جمهوري عين في عدد من رؤساء الهيئات في منصب القائم بالأعمال منهم اللي هو أركان حرب حسن عبد الشافي منصب القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية ومجموعة أخرى من الهيئات القصة الحقيقة ليه؟ لأنه بترجع للبعبع بتاع هشام جنينة لما طلع التقرير المعروف بتاع الفساد والفلوس وبعد كده الحمد لله عملوا فيه اللي ما تعملش في أي يعني رئيس للجهاز المركزي للمحاسبات قبل كده سجن وضرب واعتقال وبهدلة وكان الحقيقة يعني هشام جنينة عبرة لمن لا يعتبر في هذا الوطن أي حد يفكر يرفع راسه في موضوع هيئات الرقابة الإدارية هيكون مصير وهو مصير هشام جنينة ولذلك السيسي قال يا عمي مش ناقص صداعنا خلينا نشتغل بالطريقة اللي احنا عارفينها طيب ده فيه الرقابة الإدارية الأيام اللي في قاتت كان فيه كلام كتير جدا عن مين؟ عن وزير التعليم تغيير نظام السنوية العامة حاسف مواد إضافة مواد لكن فيه راجل كان ظاهر في المشهد قبل ساعات من اتخاذ وزير التعليم هذه القرارات الكارثية الراجل ده الحقيقة كان قاعد حطت لابتوب كده قدامه ومركز جدا وواضح ان الراجل ده كان ليه دور ما أو احنا بنسأل ما هو دور هذا الرجل مين هو؟ تعالوا نشوف السيسي اجتمع مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومدير الأكاديمية العسكرية الفريق أشرف سالم زاهر اجتمعوا عشان يشوفوا التعليم هيعملوا فيه ايه؟ طلعوا لنا الصورة كده بتاعت اجتماعهم؟ انا الحقيقة هنا بسأل سؤال اللي هو أشرف سالم زاهر علاقته ايه بوزارة التعليم؟ يعني الراجل انا عارف الناس كيف تروح تعمل اختبارات هناك وشغل وكلام زي كده هل الراجل ده هو المشرف على الوزارة؟ هل الراجل ده في الاجتماع ده؟ باللاكتوب اللي هو المفتوحه ده كان هو اللي بيعرض مثلا الرؤية بيكتب المهات انا معرفش الحقيقة والله انا بسأل لكن الراجل ده دوره مريب كده في المشهد بتاع العملية التعليمية